The following program is sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. نفتح مع بعض إنجيل متى أصحح 18 ونبدأ من عدد واحد في تلك الساعة تقدم التلميذ إلى يسوع قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السماوات فدع يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم دع يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد خلي بالكم وده مهم فلن تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات وأنا جبت واحد هنا نهارضا يساعدني في البداية هنا تعال هنا ده حفيدي حفيدي الوحيد وده اسمه لوقة الصغير أنا بحبك يا لوقة ويسوع كان بيعلم تلميزه وكل إنسان منه يحب أن يكون عظيم بيقوله كيف نكون عظماء في ملكوتك في مملكتك كيف نكون عظماء ويسوع عمل حاجة غريبة أخذ طفل صغير وأوقفه أمام الاثنشر رسول وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هذا الولد ما تبصش عن نفسك بص عليهم أنت جميل أوي والتلاميذ قاعدين يعني متدينين بيبصوا كل واحد فيهم بيطلب القوة والعظمة والمنصب بيبصوا على طفل صغير زيه كده وبالمناسبة هو لابس الحزاء بتاعه بالعكس خدت بالكم؟ أنا بحبك أوي والتلاميذ القدسين الرجال الذين كتبوا بشار العهد الجديد متهم رسول أو يحنى كلهم بصين على ولد ويسوع بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هذا لن تدخلوا ملكوت السماوات خلينا نسقف لكلنا أنت بتوعظ كويس قوي روحاً دي ماما شكراً شكراً بحبت الإنجيل هتكلفهم كل شيء الخدمة ودعوة الله سمعين بوتروس صلب منكس الرأس سنة 66 ميلادية أندراوس قيد وربط وترك ليموت جوعاً كما هو مدون في التاريخ يعقوب قطع رأسه هيرودوس قطع رأسه يحنى نفيا في جزيرة صخرية تدعى باطموس هناك قضى بقية عمره في جزيرة ليس فيها سوى الأحجار في لوبس صلب سنة 52 ميلادية بارت الماوز قطعت رأسه متى صلب تداوس درب بالسهام وتستمر قائمة كل واحد منهم كل واحد مر بعذابات كثيرة جداً لذلك قال لهم يسوع قبل أن يطلقهم إلى الخدمة قال لهم إن أراد أحد منكم أن يكون الأعظم فعليها أن يرجع ويصير مثل هذا شايفين الابتسامة اللي على وجهه شايفين الفرح اللي في قلبه يجب أن تتغيروا لتصيروا مثل الأولاد حتى تنتصروا في حياتكم مهما وجهتكم الحياة بمشاكل كتب مارك توين كتاب عن الحياة على ضفة نهر الميسيسيبي وأصبح هو كابتن لسفينة بخارية واتدرب والكتاب كله بيحكي على التدريبات اللي كان بيمر بها حتى يستطيع أن يقود هذه السفينة البخارية عبر نهر الميسيسيبي العظيم الذي يمتد مسافة 1200 ميل كتب قائلا كانت مسافة الرحلة 1200 ميل وكان عليها أن يتعلم كل جزء من هذا النهر وعليها أن يعرف كل شيء عن هذا النهر كما كان يعرف الأبجدية وكما كان عليها أن يعرفها أيضا بالطريقة المعاكسة أي رحلة الذهاب والعودة منها ولو ما كانش متأكد من اللي هو بيعمله فدا كان هيكلفه كل شيء وكتب عن تدفق المياه الشديد اللي بيحصل في مناطق معينة حتى أنه إن لم يوجه السفينة البخارية بطريقة صحيحة فإنها سوف تنتهي بكارثة كان يعرف كيف يكون جريان المياه في النهار وفي الليل اتعلم المناطق الضحلة والمناطق العميقة اتعلم كل شيء كان عليها أن يعرف كل جزء على خط الساحل كان عليها أن يعرف كل مناطق الخطورة وقال أن التدريب كان بصورة دائمة قال أني في أول مرة فيها ركبت البخرة كزائر لنهر المسيسيبي كان منبار بالمناظر الخلابة لهذا النهر الكبير المسيبي مش عارف إذا كنت شفته وأنا شفته ورحت هناك شفت شيء يعني جميل جدا المناظر والتاريخ هناك مكان جميل وهتشوفوا لو رحتوا هناك ما زالت موجودة هناك السفن البخارية وهي شيء جميل لكن عين البحار لا ترى ما ترى عين السائح عين البحار يقول الكاتب ترى أن هذه ليست مناظر أبداً بل أن أخطر النتائج تحدث من خطأ في قراءة المنظر كالفرق بين الموت والحياة الفرق بين قائد السفينة والسائح المسافر فإنهما كلاهما ينظروا إلى نفس المنظر لكن عايز كل واحد فيكم يرتخي وياخد دقيقة وهو بيسمع قال لازلت أتذكر في ذهني منظر غروب الشمس التي كنت أشاهدها عندما كنت حديث العهد بالسفن البخارية إذ يتحول امتداد النهر الواسع إلى دم في المسافة الوسطى ويتحول اللون الأحمر إلى ذهب ومن خلاله فرع شجرة طاف أسود وبارز في مكان واحد كانت هناك علامة مائلة طويلة تتلقل على الماء وفي مكان آخر كان السطح مكسوراً بسبب حلقات الغليان المتساقطة والتي كانت ملونة مثل الأوبال حيث كانت تورد الأحمر أضعف وبقعة ناعمة كانت مغطاة بالدواء الرشيقة وخطوط مشعة كان الشاطئ على يسارنا مليئاً بالأشجار الكثيفة والظل الكئيب الذي سقط من هذه الغابة تحطم في مكان من خلال درب طويل متعرج يتقلق مثل فض وفوق جدار الغابة لوح شجرة ميتة نظيفة الجزع بغصن مورق واحد يتوهج مثل اللهب في الروعة المتضفقة من الشمس كانت هناك منحنيات رشيقة صور منعكسة ارتفاعات خشبية مسافات ناعمة وعلى كل المشهد بعيداً وقريباً انجرفت الأضواء المتحللة بثبات وقفت مثل شخص مسحور أمتص داخلي في نشوة صامتاً كان العالم هذا جديداً بالنسبة لي ولم أرى شيئاً كهذا في مدينتي ولكن كما قلت جاء اليوم الذي بدأت فيه التوقف عن ملاحظة الأمجاد والسحر التي أحدثها القمر والشمس والأفق على وجه النهر جاء يوم آخر عندما توقفت تماماً عن ملاحظته ثم إذا تكرر مشهد الغروب هذا كان يجب أن أنظر إليه دون نشوة وكان علي أن أعلق عليه داخلياً على هذا النحو ولحظوا دلوقتي الفرق في البداية كان متعجب ومندهش وبيقول هذا عظيم لكن بعد أن شاهد هذا منظر مراراً كثيراً ها هو تقريره هذه الشمس تعني أنه سيكون هناك رياح غداً هذا الفرع العائم يعني أن النهر آخذ في الارتفاع تشير هذه العلامة المائلة على الماء إلى شعاب مرجانية خطرة قد تحطم بخرة شخص ما في إحدى الليالي وسيحدث هذا تلك المياه المتضفقة هناك تعني أن جزء من الشاطئ يتناهى ويذوب والقناة تغير مصارها الخطوط والدوائر الموجودة في المياه الزلقة هي تحزير من أن هذا المكان المزعج يتلاشى بشكل خطير هذا الخط الفضي في ظل الغابة هو كسر من عقبة جديدة تلك الشجرة الميتة الطويلة مع غصن حي واحد لن تدوم طويلا فكيف يمكن لي أن أمر عبر هذا المكان ليلاً بدون هذه العلامة القديمة الآن بعد أن أتقنت لغة هذا النهر وتعرفت على كل سمة تعيد بهذا النهر العظيم بشكل متقن تماماً كما أعرف حروف الأبجادية وقد اكتسبت معرفة قيمة أستطيع الآن أن أقرأ هذا النهر ولكنني أيضاً فقدت شيئاً لقد فقدت شيئاً لا يمكن أن أستعيده مرة أخرى في حياتي كل النعمة، كل الجمال، كل الشعر قد ذهب عن هذا النهر المهيب اختفت الرومانسية والجمال من النهر، وكل القيمة التي أراها في هذا النهر الآن هي فائدته لي أن أبحر على سطح مياه وهو هنا يتساءل إن كان قد كسب أكثر أم قد خسر أكثر بتعلمه هذه الحرفة وباختصار، فإن الذي يقوله هو أنه عندما بدأ هذه المهنة كان متعجب من جمال ومجد وقوة هذا النهر العظيم يقول إن كل مرة رأيت فيها الأمواج والحركات المختلفة لهذه المياه والفروع العائمة كنت أتشبع بكل هذا وأستمتع به كنت أستمتع بالرحلة كنت بالحق أستمتع برحلتي على هذا القرب البخاري لكن بيقول دلوقتي كل حاجات غيرت بسبب ما مررت به وبسبب كل ما تعلمت وبسبب ما أعرفه ما عدت أستمتع بهذه الرحلة أصبحت مجرد وظيفة بالنسبة لي وأنا عندي هدف وهو أن أتحرك من هذه النقطة إلى تلك وأشكر الله أني قادر على هذا وكذلك فإن الرسل كبروا وتعلموا كيف يقرؤون نهر هذه الحياة اختبروا أشياء وفشلوا في أشياء لقد رأوا معجزات، رأوا آيات وعجاب رأوا قمة أعمال يسوع وخدمته عاشوا معه ثلاث سنوات ونصف ولكن الآن تحولت الخدمة إلى شيء آخر شيء صعب، شيء مؤلم فيه تعذيب دخلوا سجون، ضربوا، جاعوا كانت ظروفهم صعبة جدا والسؤال الذي كان يرجعوني إليه هو هل لذال عندي قلب الطفل؟ هل ما زلت فرحاً؟ وهل لذال قلبي يستطيع أن يوازن أمور الحياة؟ ولا يخرج من هذا التوازن وأكون غضوب وأكون عائشاً دون أن أستمتع بهذه الحياة؟ ولو أنت لسه مش عارف فأنا مش بتكلم ولا بوعظ عن نهر الميسيسيبي أنا كمان مش بوعظ عن الرسل ولكني بوعظ عنك وبوعظ عني وأنا بتسأل إن كنا قد فقدنا الإعجاب والدهشة والبركة التي من نهر الحياة يسوع المسيح أن نحن قلقين على هذا وذاك أنا مش عارف ده معنى إيه ومش عارف الموضوع ده إيه حكايته ويوصلني لإيه وده يؤدي إلى إيه ودي مشكلة تانية ترى هيحصل إيه بكرة؟ لا يجب أبداً أن تفقد جمال هذه الخبرة المجيدة التي لنا في يسوع المسيح رحمته، نعمته، صلاحه، بره ودمه الذي فاض سائلاً منه كل هذا يجب أن يجعلنا في دهش حتى أنه بغض النظر عن ظروف حياتنا أنا حي أنا في سفينة وسوف أبحر في هذا النهر قال بوليس في كورنس الأولى 14 وعدد 20 أيها الإخوة لا تكونوا أولاداً في أذهانكم بل كونوا أولاداً في الشر عارفين بيقول إيه؟ بيقول عاوزكم تكونوا في الغضب وفي عدم الغفران عاوزكم تكونوا زي الأطفال يتخنقوا على اللعب ويدربوا بعض على الرسهم وبعد ذاتين تلاهم قاعدين مع بعض وبيضحكوا ويجروا ويتضحركوا على الأرض فهو بيقول أنا عاوزكم تكونوا زي كده ده فعل متوازن كونوا بسطاء كالأطفال من جهة الشر لكن كونوا نضيجين وحكماء وفاهمين لو رحت هناك ده خطر ومفروض تتجنب من هذا الخط ده مش كويس لكن مش كل الحياة عن إيه اللي ما نقدرش نعمله والأماكن ما نقدرش نروحها ولكننا يجب أن نستمتع برحلتنا في الحياة وبالأقص نستمتع بالنهر لأن النهر هو يسوع نسقف مع بعض إنه فعل متوازن والمسيح كان عارف كده عن تلاميذه الاثناشر قال لهم خلي بالكم هانذا أرسلكم هم ما مكنوش عارفينه وبيتكلم عن إيه هو قال كده لما كان عايش معاهم قبل الصليب لكنه قال لهم خلي بالكم أرسلكم كحملان في وسط زئاب لذلك كونوا حكماك الحياة وبسطاءك الحمام التوازن بعض الترجمات بتقول كونوا صحين أنا أعطيكم عمل خطير سوف تكونوا كحملان تجري خلال مسكن الزئاب فلا تهتموا بأنفسكم كونوا حكماك الحياة وبسطاء كالحمام هذا هو فاعل الاتزان وأنا أريدكم أن تحافظوا على هذا الاتزان وأن لا تكونوا يائسين بل تكونوا مثل هذا الوجه المبتسم بص على كل الناس دول حتى أنه مهما واجهك في الحياة أو مهما حدث لك في الحياة تكون زي الطفل الصغير يكون لك قلب الطفل لما يلاقي فراشة يبقى عايز يجري وراها تكون مليء بالمغامرة مليء بالحياة مليء بالفرح يقول الرسول بوليس في رسالة روميا 16 أريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر بمعنى أن تختبروا ما هو صحيح وتبتعد عن ما هو خطأ وده اللي احنا مفروض نعمله ولكن مش بس نشوف إيه الغلط ونبتعد عنه بل أن نستمتع بما هو صحيح ده الدرس اللي أنا عايز أوصله لي كل نهار ده الله يريدنا أن نبحر في هذا النهر لكن أيضا أن نستمتع برحلتنا على هذا النهر علينا أن نسير في الحياة وأيضا أن نستمتع بسيرنا في الحياة وإن كنت غير حريص فإنك ستصبح متشائم ومتحجر بسبب الخبرات التي مررت بها الأمور اللي بتمر فيها وكل ما تراه هو الألم وكل اللي بتشوفه مشاكل مشاكل وهنا مشكلة وهناك مشكلة ومش بتستمتع بالنهر العظيم مرة أخرى نهر الحياة نهر يسوع نهر النعمة قال للرب يسوع أما أنا فقد قتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل هللويا أنا أرفض أن تكون المشاكل هي مركز حياتي لذالت الحياة جميلة توجهني أمور فرع شجرة مثلا مشاكل ده مكان قبيح لكني لازلت أستطيع أن أتجنبه وعلينا نتعلم كيف نتجنب الأشياء ونحتفظ بفرحنا ويكون لنا فرح الأطفال وتقول أنا متحمس أني أشوف إيه الخطوة الجاية أنا شخصياً صممت أن أستمتع بالرحلة النهرية حتى آخر يوم في حياتي وهلف بعيد عن الأشياء السيئة مش أني ما عنديش مشاكل لكن هابتعد عنها شاول الملك وصل لنقطة فيها بطل يسامتها بالنهر كان عنده رحلة جميلة الله رفعه من لاشا يوصله أن يكون أول ملك لإسرائيل لكن بيقول الكتاب أنه لما داود قتل جوليات وفيه آية صغيرة بتقول فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم في صعدة حول عينيه عن جمال النهر خلي بالكو الكتاب قال عنه أنه كان يتنبأ بين الأنبياء وأن الرب أعطاه أن يتحول رجل آخر وبدأ يتنبأ لكن روح الغيرة تمكن منه وبدأ يضع عينه على داود ويقول الكتاب عنه أن بيت شاول كان يزداد في الضعف يضعف ولكن من حال أخرى داود وهو يواجه نفس الظروف ولكن تركيزه ونظره إلى الرب كان يرنم للرب مستطف ويكتب المزامير عظيم اسمك في كل الأرض يا رب من أفواه الأطفال والردع أسست حمدا رفعت عينيه إلى الجبال معونتي من عند الرب شخص يسلك مثل الأطفال لم يفقد داود هذه الروح رغم أنه واجه مشاكل كثيرة لكن لما تقرى صفر المزامير وكل الكلمات اللي كتبها اللي المرنمين بيسرقوا منها دايما لم تأتي كلماته من حياة نموذجية لكن أتت مثلا من موقف مع ابنه اللي أراد أن يزيحه عن الملك وفعل كذلك كان اسمه أبشلوم وصعد أبشلوم على السطح وزنى مع زوجات أبيه حتى يحقر من اسم أبيه هل تعتقدوا أنه عندما مات ابنه أبشلوم بالطريقة دي التراجدية هل قرأتم في الكتاب لما كان داود يمشي باكيا قائلا يا أبشلوم يا أبشلوم يا ابني يا ليتني مدت عوضا عنك هل تعتقدون أنه كان من الممكن أن يصبح شخص صلب المشاعر يائس متصلف ويقول أنا مش هكتب مزامير تاني ومش هرنم تاني ولن أثقف الله مرة أخرى لأنه سمح أن يحدث هذا في عائلتي مزا أيضا عن أخطاء داود أنه هو نفسه سقط في الزنى والقتل وجلب العار على نفسه وعلى الرب كان ممكن أنه يقضي كل حياته حزين ويقول أنا حاول أني أذهب إلى السماء لكني لا أستطيع الاستمتاع بهذه الرحلة بسبب الشعوري بالزمن والعار أنا لا أستحق أي شيء لا أستحق الفرح لكن هعمل إيه لكنه ألقى بكل هذا جانبا وابتدأ يرنم يقول أبارك رب في كل حين زي الطفل دائما تسبيحه في فمي يسمع الودعاء فيفرحون أنا مش زعلان لكن سبع مرات في اليوم كان بيبارك الرب في إنجلترا عندهم وقت للشاي في أمريكا عندنا وقت للأهوة لكن عند داود كان بياخد وقت ليبارك الرب سبع مرات في اليوم ويقول هللويا مجدل الرب بصع الرب صالح زي الطفل الصغير قلبه فرحان لازال يرنم لازال يسبح الرب لا يزال مملوء بالإيجابية والفرح مش لإن حياتنا مزاجية لكنه قرر أن يكون تركيزه على الرب الذي يستطيع أن يغير الأمور ولذال النهر جميلا This program has been sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries We hope you've enjoyed this teaching by Jensen Franklin and thank you for your continued support of this ministry Your prayers and financial support make these programs possible for more information about this message and other ministry resources visit us online at jensenfranklin.tv